وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي متابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في التفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كاب 27 حيث وجه بعرض هذه المستجدات وما يتصل بها من توصيات خلال الاجتماع المقبل لللجنة العليا المعنية بالتحضير لقمة المناخ وخلال اجتماعه الإسبوعي أكد مدبولي أن الاجتماع الوزري يأتي عقب انتهاء فعليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 حيث لفت إلى أن الجلاسات أصفرت عن التوصل لتوصيات مهمة كما أكد مدبولي أنه سيتم العمل على الفور لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالالتزام بتنفيذ هذه التوصيات وأن يكون هناك مجلس أمناء يتابع تنفيذها لترجمتها سريعا إلى سياسات وخطط تنفيذية تضمن مستقبلا أكثر تنافسية للاقتصاد المصري